بصوا احنا هنخش على خبر مهم جدا 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 هنتكلم عليه وحتى هيبقى معانا على التليفون دكتور مصطفى وزيري بس قبلها النهاردة شفت فيديو كده على تيك توك الحقيقة بقدر ما اثار استيهائي بقدر ما اعاد تتحك كان زمان فيه مثل شعبي كده يقولك ايه كذب مستف ولا صدق ملخبط كذب مستف ولا صدق ملخبط فيديو الواد كذاب يعني ده اقل ما يقال عنه حتى لا اصفه بصفات قد يعاقب عليها القانون الكذاب التافه عامل فيديو قالك يا جماعة هو بتصور جوال عربية قالك يا جماعة انا وانا جاي من ستة اكتوبر ومروح خدت الدائري الاوسطي ماشي قالك ايه بقى هو جاي من ستة اكتوبر ركز بس في التفاصيل خدت الدائري الاوسطي ماشي وبعدين انا عالدائري الاوسطي لقيت بوابات قلت له طيب هدفع طبعا انا مش عارف بدفع عليه بس قلت ماشي الولد متطوع قوي يعني مهم؟ خد بالك ما اللي انا بقوله من ستة اكتوبر للدائري الاوسطي لقيت بوابات طيب هو من ستة اكتوبر للدائري الاوسطي مفيش بوابات ده بس صباح الفل كده يعني اي حد في الدنيا ساكن في ستة اكتوبر الشيخ زايد خد قرار انه يطلع الدائري الاوسطي مفيش بوابات انا كل يوم باجي من الدائري الاوسطي مش عارف يا طرع على حظي البوابات بتبقى عبارة عن خيال وبيتبدد وانا على الدائرة الاوسطي باجي من 6 اكتوبر اروح على ماس بيرو عايز واحد يقول لي فين البوابة اللي الواد التفع ده بيقول عليها ده انا هنا عن انه اي طريق سريع في الدنيا ليه فلوس ليه كارتة ده طبيعي اي طريق سريع مش عايز الطريق ده خد طريق اقل سرعة يعني بمنتهى البساطة يعني انا اللي باخد الدائرة الاوسطي مش عايز اطلع الدائرة العادي بيبقى زحالك بالمناسبة مع لهوش بوابات ليه باخد الدائرة الاوسطي عشان ما سيطلع المحور بيبقى زحمة فليه باخد الدائرة الاوسطي اللي معالهوش بوابات لانه اكثر التساعا بوصل اسرع لمبنى ماسبير بس خبلك بقى اكمل لك المسار طلعت من 6 اكتوبر خدت الدائرة الاوسطي ودفعت الفلوس على البوابات وبعدين كملت طلعت على طريق الضبعة انا مش عارف ومروح فين يعني انت مروح السحل الشمالي مثلا هفطرت ذلك لقيت بوابات تانية روحت مديله التذكرة قال لي لأ دي بوابات طريق الضبعة لازم تدفع 10 جنيه كمان طب ما بدي ايا تاني هو من 6 اكتوبر لطريق الضبعة مفيش بوابات لكن لو انت جاي من اسكندرية خد بالك جاي من اسكندرية وهتاخد طريق الضبعة دل لي بوابات لكن جاي من القاهرة 6 اكتوبر الشيخ زايد او ما شابه مفيش على طريق الضبعة ده بوابات يعني انا راجل بقى لي اسبوعين واخد طريق الضبعة رايح جاي بيت انا والضبعة صحاب وجد مش هزار مدأت افكر ان انا اتحول الى مستثمر زراعي صغير ان انا عايز اروح اشتري حتة ارض في مزارع الضبعة الحتة تلاية بتبقى مطروحة للبيع للمواطنين دي لان انا لقيت اناك مزارع حلوة قوية واظن لسه السعر حنين وممكن ناخد قارد ونشتري المزرع بالتقسيط ونشتغل ونكسب والكتاكيت تكبر نبيع طبيع تاني ده موضوع هركز لك على المواطن التافئ اللي انا مصر انه تافئ ليه لانه قال كذب ملخبط مش مستف ملخبط عبيط فانا طلعت هو يقولك اطلعت من 6 اكتوبر خدت الدقيري الاوساطي دفعت فلوس على البوابات كملت على طريق الضبعة لقيت بوابات روح تدافع قلت يمكن عشان الخدمات مع انه الطريق ظلم جدا هو طريق الضبعة منور المهم يعني وانا عارف انه مش هيبقى فيه خدمات ولو حتى في المستقبل البعيد طريق الضبعة مبدئيا كده هو مزارع يمين وشمال اهالي ومزارع الجيش ومزارع الدلتة الجديدة وفيه علي فأوله فأوله اسمه ايه ده اربع محطات بنزين واحدة يمين قدام شوية تلاقي واحدة شمال بعد شوية تلاقي واحدة يمين تانية بعد شوية تلاقي واحدة شمال تانية انا حافظ قال لك وبعد ما خلصت طريق الضبعة فعدت على كبري تحيا مصر خد بالك عدت على كبري تحيا مصر قالوا لي هتدفع بوابات عشرين جنيه سؤالي هو انت رايح فين انت من ستة اكتوبر طلعت الاوساطي عايز تروح بيتكو اللي انا مليش دعوة هو فين انا هفترض انه جوه قاهرة الاوساطي لحد وسط القاهرة او المنيب ما فيوش لحد يعني تطلع الاوساطي وتنزل المنيب ما فيوش فلوس تاخد بقى من المنيب اي سكة انت عايزها انت حر كده خلاص انت جوه القاهرة تاخد من المنيب وتيجي زي حالتي على مسبير انت حر تخش العجوزة والدقي انت حر كل ده ما فيوش طيب انت خدت من ستة اكتوبر الطريق الاوساطي وبعدين فجأة لانك رايح الضبعة وبعدين من الضبعة لانك اتجهت كده رايح على كبري تاحها مصر تراح فين ايه علاقة التلات طرق ببعض ايه علاقة واحد في ستة اكتوبر مروح بيتهم ففجأة لقى نفسه على طريق الضبعة طب هو رايح الضبعة عاوز يصيف قبل موسم الصيف حاضر حاضر احنا هنعتبره يعني مجد الكدواني في الفيلم ايه قبل الصيف بكتير اظن كان اسمه نعتبره مجد الكدواني ولا نعتبره هانا شيحة قبل زحمة الصيف شوف هنا تلاقي على طول سامح جاهز معي هافطارد ذلك طب انت طلع السحل الشمالي السؤال هو بقى ايه اللي ودكت هني على كبري تاحها مصر يعني انت رايح حروض الفرج وشبرة ومصر جاية تعمليه ما انت يا ابني كنت على طريق الضبعة انا مش قادر افهم عاوز يوصلك في النهاية للنتيجة قالك لما جيت حسبتها لقيت نفسي 40 جنيه طب انا لو انا ساكم في 6 اكتوبر او لو باشتغب 6 اكتوبر ورايح بيتنا كل يوم معقول ادفع 40 رايح و40 جاي يعني 80 جنيه ما انا بقدر ما فهمتش قالك يعني 2800 في الشهر طب هما السؤال 80 جنيه في 30 دا لو افترضنا دا ما فيش اجازاتي بقى 2400 فالبعيد برضو حمار ما بيعرفش يحسب يعني كمان يعني الاول عبيط وقال لنا كذب كله على بعضه مبعتر وملخبط وكمان طلع حبيبي ما خدش اول درس حساب في قولة ابتدائي فحتى ما بيعرفش يعمل ضربيات في البطاطة دا بس النتيجة هي انه اتكلم في قصة ايه انا مش فاهم مصر عايزة مننا ايه هو انا هفضل ادفع في تذاكر على بوابات الطرق والكباري 2008 عزيزي المشاهد المحترم اللي بيشوف الفيديوهات اللي من النوع دا كل اللي هيجي في باله مش هيعمل زي هو هيجي في باله انا هدفع كل شهر 2800 جنيه كارتة لو انا بشتغل في 6 اكتوبر وكل اللي هيجي في باله اه صحيح دا كده كتير دا مرتب وانا هعب بقى اصرف على الطرق مرتب 2800 طبعا هو لو كل القصة اي حد في الدنيا بسيط ركز هيلاقي انه مفيش كلام من دا دا منحس الحساب ولو هو زي حالتي من سكان 6 اكتوبر يعرف ان دي حاجة غريبة جدا واحد قاعد عمال بيلف في الكرة الارضية احنا مش فاهمين ليه على كل وجب بس التنويه علشان تبقى فاهم اللي كنت بقولولك امبارح هو الاخوان خلصوا بجد يعني احنا مصدقين ان الاخوان بجد خلصوا او ان هم خلاص ما بيعكوش او ان هم لا يحاولوا ترويج الشائعة او ان هم لا يحاولوا استخدام اي وسيلة ممكنة علشان يعد يبعترلك في دماغك ويبرجل فيك ويشككك طول الوقت ويحطوا جواك كم طاقة سلبية ويحسسك ان الدنيا سواد طيب النهار دا احنا عامنا فندنا مع بعض الفيديو دا بمنتهى المنطق فوش اي رأي سياسي دا خلي بالك فوش بحبه وما بحبش فوش معجب ومش معجب ما فوش اتفق واختلف دا واحد تافه عمل فيديو قعدنا نفنده واحدة واحدة طب انت ما جابتش الفيديو واجيبوا ليه علشان نساعد على نشر فيديو عبيط وده خطأ يقع فيه الكثير من الزملاء بالمناسبة يعني انك تنشر فيديو عبيط متخيل انت كده بتعمل ستوري يعني يا كده مش ستوري خالص هو الهدف بتاعك ايه هو دا الاصل طيب خلينا نروح لحاجة حلوة بقى من الحاجات المحترمة اللي بتحصل في بلدنا تعارفين طبعا انه احنا عندنا بعثة اثرية مصرية مية في المية وده بالمناسبة يعني وده الحال بقاله كذا سنة موجودة في سقارة احدة بتشتغل فانه مثلا عاد تتفركت على الفيلم بتاع سقارة على المنصة الشهيرة جدا ده اللي مش بتاعتنا يعني انه الفيلم ينزل هناك في المنصة دي لانه انتاج الناس دول مش انتاجنا فانا بقى ايه من ساعتها وانا بقيت مركز جدا مع البعاتات المصرية وانا اتذكر كويس قوي ان انا كنت بكلم الدكتور مصطفى وزيري فبقول له بنتي نفسها تدرس علم المصريات يا دكتور رشح لي مجموعة جامعات نقدم فيها علا وعاست ناخد منح فرد علي بالقاتي قال لي هو اسمه ايجيبتولوجي وهدرسه في فرنسا ولا في امريكا ولا في انجلترا ليه ما ندرسه عندنا الاثارين بتوعنا مية مية ما فيش فرنكولوجي ما فيش انجليولوجي ما فيش امريكولوجي لكن في ايجيبتولوجي يا يوسف خليها تدرس الايجيبتولوجي هنا ده كلام دكتور مصطفى وزيري طب شوف البعثة عملت ايه بتكشف اول واكبر خبيئة في منطقة اثار سقارة احنا بشقولنا دكتور مصطفى وزيري بقى مانع على التليفون سؤالي يعني بس عشان اصدقائي زملائي دكتور مصطفى وزيري بقى بيرودش معقول هيبقى مشغول يا خابرابيض طيب اكيد مشغول عندنا احنا معانا بقى على التليفون دكتور صبري فرج مدير عام منطقة سقارة واحد من كبار اثاريين منورنا على التليفون اهلا بك دكتور قلينا نتكلم اكتر على المسألة بتاعة الخبيئة الاثرية اللي في سقارة احنا النهاردة بنعلن وزارة السياحة والاثار اعلنت عن تشف اثري بمنطقة اثار سقارة المنطقة الاثرية التي تحتوي على العديد من الاهرامات والمقابر واهم هرم في تاريخ البشرية هرم الملك زوسر من الاسرة الثالثة وهو اول بناء حجري في تاريخ البشرية الاعلان عن الكشف اليوم في جبانة معبد المعبودة بصف وهو داخل صور محاط ربمائة متر في ربمائة متر احنا بنشتغل قديمنا اربع مواسم على مدار اربع سنوات في خلال الاربع سنوات من 2018 اكتشفنا مجبرة واحدة واكتشفنا مقابر عصر متأخر واكتشفنا الابار واكتشافات المميوات الحيوانات المقدسة اللي منها النمس والاسد والقطط والتعبين والجعارين ومميوات ومميوات مميوات في مبياء لديسماس صغير الى جانب مميوات محنطة كثيرة اليوم احنا بنعلن عن اول خبيئة برونزية في جبانة البوباستين اللي هي بتحتوي على اقصر من مية وخمسين تمثال مختلف الاحجام والانواع تمثيل الاله اوزوريس تمثيل الاله باست مجموعة تمثيل للقطط اللي باست مجموعة رؤوس تمثيل اهم ما يميز تمثال سيدة شايلة شنطة بيدها وفيه تمثال تاني فريد اللي هو تمثال رائع جدا هو تمثال الوزير امحطب وديه طبعا مهم جدا وهو تمثال ده يرجع الى العصر المتأخر هي مجموعة تماثيل ترجع الى العصر المتأخر الى جانب هذا الكشف عن الخبيئة احنا طبعا مستمرين برضو في العمل تم الكشف عن مجموعة ابار من احد الابار فيها يعني فيها مجموعة من التوابيت تم الاعلان عن 35 تابوت اليوم وعندنا اكثر من 250 تابوت في الموقع طب عظيم جدا طبعا عندي سؤال لدكتور صبري بعد اذن حضرتك المجموعة اللي اشتغلت على كشف مقبرة وحتي واللي كشفوا السر يعني عموما انا عدت اتفرقت كويس على هذا الفيلم الوسائقي هم نفس المجموعة اللي اشتغلوا على كشف هذه الخبيئة وحضرتك احنا فريق عمل برئاسة دكتور مصطفى وزيري هو رئيس البعثة المصرية وانا الملشرف على الحفير حلو او دانيلي دكتور محمد يوسف وستاذ احمد ذكري وستاذ حمادة دول فريق العمل ومستمرين منذ اربع سنوات في في جبانة البوباستيون في يعني انتو نفس الفريق العبقاري هو وهو نفس المجبرة ونفس يعني احنا نفس اكتشافة المجبرة بغد الدكتور مصطفى وبرضو في واسناء برضو الكشف عن المميوات كنا احنا نفس الفريق واحنا احنا في جبانة البوباستي هي موقع حفاير المجلس العلاء اثار برئاسة دكتور مصطفى واحنا فريق العمل معاك حلو او واحنا مستمرين في الموقع ده ان شاء الله وفي مزيد من الاكتشافات ان شاء الله اتوقع ذلك لان انا من متبعتي لكشف لانه من متبعتي لكشف المقابر واضح جدا انه الفريق فعلا فريق شرف يعني حضراتكم مجموعة شرف لا بجد انت شرف لنا لا لا خالص 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 اطلقا اقل واحد يعني في النهاية انا بقوم بدوري كصحفي تلفزيوني حضراتكم اللي بتعمله عملية اثراء للانسانية دكتور هو مجهود ان شاء الله من ربنا الحمد لله وبيكل المجهود لكل مجتهد النصيب وبصراحة عندنا دكتور مصطفى من الشخصيات المحترمة جدا واول ما جاء ومسك الامانة العامة المجلة تطور في منظومة العمل الاسري بصراحة اصلا انا شايف ما شاء الله انه دلوقتي كل البعثات بقت مصريين 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 طول الوقت اشكرك جدا يا دكتور كل الشكر لك دكتور صبري وهنجلكم يعني احنا لازم نصور هذا الحدث العظيم دكتور صبري فارج مدير عام منطقة سقار تاني هرجع اقول لك انه بجده مش هزار يعني في وقت اكتشاف مقبرة وحتي وقول لك انا قعدت تفرج طبعا كنت قعد انا وبنتي قاعدت لازم نتفرج على سقارة ومش عارف يوح حاجة زي كده مهتمة بالقصة دي حبتين المهم يعني فعدنا نتفرج فبقيت انا اللي عندي حالة من حالات اللي هو بقى ايه قاعد فتح كده عناي قدام التلفزيون ومركز في كل كلمة بتتقال وعندي حالة اعجاب شديدة جدا بالفريق المصري اللي اشتغل ولازم تبقى فاهم انه الفريق بيبقى فيه اكتر من تخصص يعني انا بس عايز افتكر الاسماء كان فيه طبيبة من طبيبات التشريح بالتحديد واظنها جمعة قاهرة قصر العيني بس انا بشكل الاسماء وارجو ان الجميع يعذرني لان انا شفت على الفيلم اول منزل على طول كان من حوالي سنة ونص تقريبا لما نزل او سنتين حاجة كده يعني مهم فازاي بيعودوا ياخدوا العينات ويعملوا الاختبارات العلمية اللي منها نقدر نعرف عمر العينة دي قد ايه ويطرى الحيوان ده قط ولا ده قط بري ويطرى هو مش عارف كان فاكر كان القط حجمه ضخم جدا فقعدوا يحللوا هو ليه الحجم بتاع القط اكبر من الاحجام المعروفة حاليا حدوتة طويلة طيب تركز في كل الشخصيات بتاعة فريق العمل من علمائنا دول الكل مصري مية في المية ده معناه ان اذا انت عايز تعمل الشيء هتعمله هتيجي تقول لي يا عم يوسف بس في منهم مثلا اللي تعلمه برا اه اتنين بقيت الفريق كله من بتوعنا هنا جامعات مصر علماء مصر تعليم ميري بالمناسبة يتحدثون الانجليزي بطلقة تقول لي اصلا نطقه مش مطالب يبقى نطقه امريكاني ولا بريطاني مطالب النمخ ويبقى فاهم بلاش نقعد نمسك طول الوقت في سفاسف الامور وتوافهها هو انت بتقيم نطقه في الانجليزي ولا بتقيم العلم بتاعه اللي زي ما انا كنت بقوله دكتور صبري انتو اللي بتعمله عملية اثراء للبشرية اثراء للمجتمع الانساني انت وبالمجتمع مش احنا اللي هنقيم علمهم برضو يعني الناس دي علماء في جد لكن في النهاية قيم طيب المنتج يا اخي فانا بتدايق جدا بيقولك انا نطقه معجب ان شاء الله معجبك يعني ايه نطقه معجبنيش يعني دي ناس بتروح تحضر مؤتمرات علمية بتقطع الدنيا وبالمناسبة في حاجة بس مهمة جدا على مسألة حضارتنا المصرية القديمة بلاش بصوا بقى العمال بتوع وبالمناسبة اه تعالي ركز مع العمال العمال دول بيفهموا في القسار فهم اكتر من عظيم وهرجعك على اسطورة هوورد كارتر هو ده اسطورة بالمناسبة اسطورة يعني ما كانش في حد اسمه لأ فيه بس هو سرق جهد دول العمال دول هم اللي اكتشفوا مقبرة توت عن خامون وهورد كارتر هو اللي تصور دول اللي اكتشفوا ده انا بكلمك بجد مش هزار وعدقرة كويس وفهم كويس هتعرف قيمة بلدك وامتك انت كانسان مصري وما تجريش ورا شوية كلام تافه عبيط على مسألة المصريين ما يعرفوش والمصريين ما يقدروش واصل المصري مش عارف ايه وعسل مش عارف المصري فعلا فعلا نتاج بشري فائق الزكاء ولا واحد في الدنيا ولا مواطن في اي حتة من بقاع الارض عامل زي المصريين ودي مش مبالغة ولا شوفينية ولا تحيز للمصريين انا دايما نعود افتكر واروي القصة بتاعت صديقي العزيز احمد جمال الدين زيادة لما سافر الولايات المتحدة الامريكية وبيخدم في سفرتنا في امريكا واحمد صديقنا فالمهم نقل احمد من المدرسة اللي في مصر راح على المدرسة اللي في امريكا العالي الامريكان اول حاجة بالزبط كده مصري اه انت اول الدفعة ده بجد معروف زي مصري بيروح اي حتة في الدنيا مصري ده اكيد هيبقى المدير مصري ده اكيد هو اللي هيبقى عامل مش عارف انجاز كذا مصري هيطلع الاول على الدفعة في المدرسة مصري هيطلع من الاول الدفعة بتاعته في الكلية مصري يبقى اكيد هيكتشف شيء ده طبيعي وبالمناسبة عدد العلم المصريين اللي موجودين في الجماعات بره اعلى واكبر عدد علماء من اي دولة تانية مع ان احنا مش الدولة الاكثر عددا من حس السكان يعني الصين اكتر مننا امريكا اكتر مننا ده على سبيل نسلة الحصر يعني انت عندك بقى اكبر عدد من العلماء الاكاديميين في الجماعات الاجنبية قعد فكر في الارقام دي هتفهم زي ما المناسبة يعني هو كذبا من قال ان المصريين القدماء كانوا بيعبدوا الاوسان وقاليها وهمية وبتالي ممكن بعد اذنك تقرأ كتاب الموتى ومتون الاهرام بما ان احنا بنتكلم على ده بعد اذنك اقرأ كتاب الموتى ومتون الاهرام انت مش هتلاقي كلام غير عن التوحيد الخالق الاعظم القوى الاعظم واحد تقولي بس اصل امون واصل اتون واصل رع تاني اقرأ بعد اذنك تاني للمرة التالتة اقرأ كتاب الموتى ومتون الاهرام الاسماء وهذا الوصف كله كله بيتحدثوا عنهم باعتبرهم ايه باعتبرهم رسل السماء يعني بقى هم ملايكة هم انبياء دي قصة بقى يحققها الباحثين لكن ما حدش قال انه هم دول الالهة على الاطلاق على الاطلاق طب بس اصل سيدنا موسى طيب انا ادفع نص عمر انه ارد بعض الابحث وانا اتمنى انه دكتور وسيم السيسي يكون ضفنا مرة في الستوديو هو سيدنا موسى ما كانش بيدعو ملوك مصر القديمة في اغلب خد بالك بقى لانان مشان هنا العالم في اغلب الظن وعلى قدر قراءة المتوضع سيدنا موسى كان بيدعو ملوك الهكسوس اللي احتله مصر ويرجع بقى التاريخ محافظة الشرقية واواريس هتقدر تفهم الكثير من الكلمات واعلقتها بالعهد القديم التوراة يعني ما بين قصين الله طب هو سيدنا موسى ايه اللي جابوا مصر اصلا لانه جمع بني اسرائيل اولاد سيدنا يعقوب اللي هم جم امت اصلا برضو في وقت احتلال الهكسوس لمصر فاتى سيدنا يوسف ثم جاء عليه السلام ثم جاء باخوته واباه سيدنا يعقوب عليه السلام واخو بنيمين عليهم السلام جميعا وقعدوا هنا ده في وقت حكم الهكسوس حدوتة يعني بقولكو ايه بازل نروح لتقرير وبعد كده هنروح للفصل التقرير ده مهم جدا ليه لانه لما باجي اقولك انه كل حاجة في البلد بنجري فيها الجري غير مسبوق وما كانش حد يتوقع ان مصر تجري بهذه السرعة في كل القطاعات ومنها مكافحة الجريمة بشكل عام اي الشرطة المصرية وزارة الداخلية المصرية واللي في منها رجالة كتير دفعوا حياتهم منهم اصدقاء وزملالية ودفعتي في المدرسة راحوا شهداء عند ربنا سبحانه وتعالى واللي في منها الحد النهاردة زباط كبار وشبان ومجندين ما عندهمش ادنى مشكلة ان هما يدفعوا حياتهم عشان خطر البلد دي حالها يتعدل سواء اذا كان على مستوى الارهاب في قطاع او على مستوى الجريمة بشكل عام والمخدرات بشكل خاص فهتلاقي قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بينظم مؤتمر هو المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الاموال وده هنا هتلاقي بيتزامن مع ايه ما احنا مصر مبقتش جزر منعزلة ده بيتزامن مع قانون غسيل الاموال او تعديلات قانون غسيل الاموال اللي كان بيقر في المجلس او مجلس النواب الاسبوع اللي فات الامور متربطة طول الوقت ببعض ليه؟ لان انت بقيت دولة مبقيتش سمك لبن طمر هندي زي قبل كده تقرير نتفرج عليه ثم فاصل وبعدين نكمل الكلام احد اهم صور المكافحة غير المباشرة للجريمة المنظمة ومنها مكافحة المخدرات هو حرمان مرتكب تلك الجرائم من الاستفادة من الاموال المتحصلة من تلك الجرائم من هذا المنطلق تأتي اهمية المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الاموال في مجال الجريمة المنظمة الذي نظمته لادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والاسلحة والذخائر غير المرخصة على مدار سلاسة ايام تحت عنوان مواجهة جرائم غسل الاموال امنيا وتشريعيا سلط المؤتمر الضوء على الاطار التشريعي لمكافحة جرائم غسل الاموال وتعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية والجهات المعنية ذات الصلة لمواجهة تلك الجرائم واستعراض نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال بحضور المماثلين عن الجهات الامنية والتشريعية اصبح الارهابيين بيرتكبوا هذه الجريمة بصورة بقت متكررة بيرتكبوا جرائم مخدرات ويخسلوها عشان يشتروا سلاح او يقووا او يحددوا او يحققوا اماكن وملازات امنة للارهابيين المجرم بيحاول ان يقول ان المال ده مال جاي من طريق مشروع او جاي من مصدر مشروع فبيموه مصدر حصوله على هذا المال ويغطيه بطرق متعددة الادارة عامة مكافحة المخدرات بتتعاون مع جهات الوزارة المختلفة والجهات المختلفة الاخرى من وزارة العدل والوزارات الاخرى في عمليات ضبط اضايا غسل الاموال التعاون ده بيصفر عن مزيد من الجهد في تحجيم تجار المخدرات ومكافحتنا لعرض المؤد المخدرات داخل الجمهورية انهى المؤتمر جلساته بعدد من التوصيات المهمة في مقدمتها عقد دورات تدريبية للقائمين على انفاذ قانون مكافحة غسل الاموال لتأهيلهم وصقل مهراتهم في هذا المجال والتعريف بالاساليب المستحدثة في هذه الجرائم وصرعة اصدار اوامر منع تصرف الاموال واجراءات التحفظ وتشديد عقوبة جرائم غسل الاموال نخرج بتوصيات جديدة في نهاية كل مؤتمر بيتم دراستها لتعديل التشكعات اللازمة لاستكمال عملية المكافحة لغسل الاموال على الواقع الأصفر المؤتمر عن العديد من التوصيات الفاعلة أهمها عقد ورش عمل تنسيقية تضم أجهزة انفاذ القانون ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لتعظيم قطر التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية وصولاً لتطوير استراتيجية مصر في مكافحة جرائم غسل الاموال وتتصدى وزارة الداخلية بكل حسم وفاعلية لجرائم غسل الاموال لتأثيرها وتداعيتها السلبية على الاقتصاد الوطني وهو ما يؤكد أهمية هذا المؤتمر في دعم وتنسيق جهود المكافحة أهلاً بيكم معنا مرتين شوف بقى إفطار الأسرة المصرية اللي تعمل في الأسبوع الأخير من شهر رمضان كان إفطار مهم جداً مش بس لأنه كان بحضور الرئيس ورئيس يتكلم فيه على أكتر من موضوعه لكن يمكن كان من أبرز الموضوعات واللدة لهذا الفطار أهمية كبيرة جداً لدى قطاعات واسعة جداً من الناس هي الحوار الوطني وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي جات حتى كمان بعد ما تم الإفراج الفعلي كان على مجموعات كبيرة جداً من الشباب المصريين اللي كانوا مسجونين على خلفية قضايا معينة ولجنة العفو الرئاسي أصدرت أكتر من مرة تصريحات على لسان بعض من أعضاءها إنه الإفراجات يا جماعة متعلقة أو العفو تحديداً متعلق بإيه؟ متعلق بالناس اللي مش متورطة في جرائم إرهاب عنف قتل حرق تدمير إلخ 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 على سبيل المثال تصريحات للنائب محمد عبد العزيز على سبيل المثال تصريحات للنائب طرق الخولي على سبيل المثال والتصريحات كانت متعلقة بأسماء وده حلو ومهم لأنه اللي ما بيخرجش في الموجة الأولى يخرج في الموجة الثانية يخرج في الموجة الثالثة إلى آخر وإنه الأسماء اللي الواحد أراها مبارح بناء على هذه التصريحات الصادرة من بعض أعضاء اللجنة أسماء كلها حلوة يعني أسماء تفرح إن الناس دي خارجها طب كويس جداً طيب ده من شأنه إيه؟ هنا ده من شأنه إنه إحنا هنا بنعمل عملية يعني لجنة العفو الرئاسي اللي تم إعادة تشكيلها مرة تانية واللي تبدأ فيه إعداد القوائم من أول وجديد وتبدأ فيه بإذن الله سبحانه وتعالى العمل على إصدار العفو من رئيس الجمهورية هي كده بتشتغل بحيث إنه تعطي زخماً أكبر وإيجابية أكثر ومجال أوسع لإيه؟ للموضوع الكبير الحوار الوطني في مصر ده مهم جداً 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 لإنه إذا كان في البعض لديه شك لديه خوف لديه حذر لديه توجس من مسألة الحوار الوطني ويمكن البعض من الأصدقاء والرفاق في المعارضة المصرية يبقوا عندهم إيه؟ بعض التحفزات الألأ بمعنى أدق ويمكن لأنا اتكلمت مع أكتر من طرف وكان في بعضهم لما جيت سألت وقلت له أنا عارف أنه هناك شخصيات كتير جداً سياسية وعامة جالهم دعوات لأجل الإدلاق بالرأي فيما يتعلق بالرؤية والمحددات والآليات بتاعة الحوار الوطني علشان يتم الاطلاع عليها ومراجعتها ومن ثم تصبح لابنا من ضمن اللابنات اللي يبنى عليها هذا الحوار وجدت البعض الحقيقة من أصدقائي ورفاقي دول قال لي بصوا أهو إحنا جالنا الدعوة دي بس إحنا مش عايزين أنا مش عايزة أدفع أبعت قلت له ليه؟ فقال لي هبعت ليه؟ ما أنا مواقفي معلنة جداً وإنه خلاص يعني هم عارفين أنا عايزة أقول إيه؟ وعارفين أنا عايز إيه؟ فقلت له يا صديقي العزيز كلنا أظن نقدر نفهم كويس قوي بإنه إحنا أظن وصلنا لمرحلة عمرية وأظن كمان وصلنا إلى مرحلة من النطج إن في حاجة في الدنيا اسمها التوثيق يجب عليك إنك أنت توثق رؤيتك بشكل واضح ومتكامل ومتراص ورسمي لأنه إنت جات لك الدعوة تقوله ده واحد اتنين وليه تحط نفسك في المربع بتاعه إحنا بعتنا له وهو اللي مش عاوز يرد أو إحنا قلنا له شارك برؤيتك وهو اللي مش عاوز يشارك برؤيته تقوله بنرجع بعد كده نوصل لإيه؟ لنقطة داخل نفس الدائرة المفرغة بتاعت الحوار الوطني ما خرجش بالمخرجات اللي احنا نفسنا فيها طب ليه ما خرجش بالمخرجات اللي احنا نفسنا فيها لأنه سيادتك خدت قرار ما تشاركش على الأقل ولو بالرأي زي ما كنت بقول في الأليات والمحاور وما إلى ذلك شارك يعني أصلا ما ينفعش يا جماعة أبداً المعارضة تبقى طول اللوقت وده جيد بالمناسبة ما هوش واحد تقوله تقوله احنا يجب علينا ان احنا نشارك في العمل والحياة السياسية وان احنا طلبين مساحة أكبر للمشاركة في العمل والحياة السياسية وان احنا محتاجين أكتر ان الدولة تدعم مشاركتنا في العمل والحياة السياسية وبعدين لما تيجي الدولة تقول يلا بينا يا جماعة هنا بكلم على بعضنا يعني مش لعبين يبقى انت اللي مش عايز غلط النتيجة انه صديق العزيز جداً اقتنع الحمد لله ربنا وفقني في ان انا اقنعه فانه يبعت وفعلاً بعد طيب هرجعك تاني على ايه مصر بتشتغل على المحورين دول اللي وحنا بنتكلم على السياسة الداخلية المصرية ما بين لجنة العفو وما بين الحوار الوطني حاجة تاني اي طلبات اؤمر اؤمر قاني الاوان ان الناس كلها تشارك وتشارك بإيجابية وبفاعلية وعند وضع الرؤى يجب ان تكون عملية تطبيقية مية في المية مش خطابات اتحاد الطلبة جوي خطاب اتحاد الطلبة ما ينفعش ما يكلش ما يمشيش حتى لما هيعرض جمهرية الناس تبدأ تتحك انا واحد من الناس لا اريد للمجتمع ان يفقد الثقة ابداً في المعارضة ولا اريد ابداً للمجتمع انه يفقد احترامه وتقديره للمعارضة بس لو افترضنا انه بعض من ابناء المعارضة مصرين على خطاب اتحاد الطلبة يبقى انت كده بتدمر شكل المعارضة المصرية بالمناسبة ولا تبحث الا عن حالة جمهرية لطيفة ان احنا بنقول وبنصرح وصوتنا يعلى ونشاور ونطلق في مجموعة من المصطلحات اللي ما فيش حد فاهمها دي طيب من ضمن الحاجات المهمة واحنا بنتكلم دي حاجة مهمة جدا لما يجي يتقال لك هو ايه اللي حصل في مصر يعني تعال اقول لك ايه اللي حصل في مصر على سبيل المثال في القطاع الصحي فانه موازنة في الموازنة بتاعة اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اللي احنا مقابلين عليها شوف المركز الاعلامي المجلس الوزراء اصدر تقرير عمل ازاي تلتاشر صفحة تلتاشر لوحة معلوماتية عرض معلوماتي تعالوا نشوفهم مع بعض كده على الشاشة الزريفة الجميلة وقدام حضرتكم نشوف القطاع الصحي تحديدا تلتمية وعشرة مليار جنيه خد بالك من الرقم تلتمية وعشرة مليار جنيه اجمالي مخصصات قطاع الصحة بموازنة عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين اللي هي هتبدأ في واحد يوليو قادم تنتهي في تلاتين ستة اللي بعده بص كده اللطيف والرائع اللي عملوا المركز الاعلامي بتاع مجلس الوزراء انه خدهلك من الفين واربعتاشر في وقت تولي فخامة الرئيس الحكم اربعتاشر خمستاشر سبعة وثلاثين وصلنا الى السنة اللي بعده تلاتة واربعين يعني طول الوقت في زيادة طول الوقت في ايه زيادة في انفاق الدولة على القطاع الصحي انفاق مين الدولة على فين على الصحي لانه ساعات كتير ناس مع كلم ايه واين الدولة من القطاع الصحي كان حاريا بكم ومن الاجدر ان تنفقوا على القطاع الصحي وانا بصرفش على قطاع الصحي مال ده ايه يعني سبعة وثلاثين واثنين من عشر تلاتة واربعين وتسعة من عشر اربعة وخمسين واحد من عشر ستين وتمانية من عشر تلاتة وسبعين واحد من عشر سبعة وتمانين واحد من عشر مية وسبعة واربعة من عشر مية وتمانية وتمانية من عشر مية تمانية وعشرين واحد من عشر مليار جنيه عارف انت الزيادة دي ولا مزيحقها ولا مش حقها ابو كمال اهو طيب شوف هنا الرقم ده 27.6 مليار جنيه تكلفة ايه بقى 1139 مشروع تم وجاري تنفيذه لانشاء تطوير ورفع كفاءة مستشفيات من سنة 2014 2000 مستشفى تابعة لمختلف الجهات في الدولة بتقدم الخدمة الطبية والوقائية للمواطنين طب هو نسبة الزيادة بتاعت مخصصات الدواء قد ايه 317% نسبة الزيادة لان احنا في 14-15 كانت 3.5 مليار في 20-23 بقت 14.6 مليار طيب عدد الافراد المؤمن عليهم احنا كنا 51 مليون زودنا عليهم 2 مليون بقينا 53 مليون فرد مؤمن عليهم طيب وحدات ومراكز الرعاية الاولية زادت ولا نقصت ولا فضلت زي ما هي الحقيقة ما نقصتش الحقيقة انه ما فضلتش زي ما هي بل الافضل حصلت زيادة فيها بمعدل 17.7% كنا كم واحدة كنا 4607 واحدة ومركز بقوا 5421 واحدة ومركز بي واحد يجي يقوللي يعني ايه يعني يعني ايه زنان اللي قدي يعني يعني 200 واحدة السؤال انت عارف الوحدة تكلفتها كم ولا ولا احنا بنقول كلام وخلاص ما جده والله يعني لما ديجي تقوللي ايه يعني 800 واحدة انت عارف الوحدة تكلفتها كم ولا بنقول أي كلام يعني للأسف كتير مننا جداً نبقاعدين على المساطب كده عارفت كنا بتاعة النورج قاعدين على كنا بالنوارج ايه تمنمية يعني الدولة زودت تمنمية تعارفت تكلفة كم ده تكلفة الانشاء مش التشغيل ان انا عشان انشئها واجهزها وافرشها ده رقم وان انا اشغلها اجور وفواتير ده رقم تاني خالص تعال نشوف نسبة الزيادة في مراكز الغسيل الكلوي عند دولة ما كانتش بصة على المواطن اصلا فتفشى او تفشت امراض الكلة تفشت وانتشرت زي ما تفشى فيروسي اللي قضينا عليه بحمد ربنا سبحانه وتعالى لكن نسبة الزيادة مال احنا كنا عاملين مركز صحيح بتاع الكلة اللي في المنصورة ليه كنا عاملينه رفاهية يعني دكتور محمد غنيم لما قدر انه يجيب قرار لانشاء هذا المركز وبالمناسبة ده كان عامل سادات يعني مش عامل مبارك اصلا كان عامله رفاهية لا هذا الطبيب العظيم والعالم المهم لا انه اصبح فيه ضرورة قصوى ان احنا نعمل مركز بالشكل ده شوف هنا عدد مركز الغسيل الكولوي كانت تلتمية تنين واربعين بقت سبعمية تلاتة وخمسين بزيادة مية وعشرين واثنين من عشرة اللي بعده انا دين لازم الناس تبقى عارفة ايه اللي بيجرى حقيقي يعني تعالوا نشوف العلاج على نفقة الدولة بالداخل العلاج في الداخل وهنا موزع طبقا للتخصصات الطبية المختلفة سنة واحد وعشرين هتشوف التخصصات بطنة اورام مسالك بولية عصبية عظام عيون نساء جراحة امراض الدم انف واظن وحنجرة زائد جلدية عايز تعرف ارقام تعالوا نسبة الزيادة النسبة بقى 226.5% زيادة في نفقات الدولة لاجل ان تعالج المواطن المصري على نفقتها مش هنا بقى الخاصة اقولك على نفقاتها العامة طب هي كانت كام 2014 3 و 4 من 10 مليار يعني 3 مليار و 400 مليون بقينا 11 مليار و 100 مليون اه اعداد المتلقين للعلاج على نفقة الدولة عشان يجي يقولك ايه اصل الارقام زادت لانه التكلفة زادت ده العدد عدد الناس اللي بتتلقى العلاج نفسه زاد كان 1 و 7 من 10 مليون فرد اصبحوا 2 و 9 من 10 مليون فرد وهدي تكاليف العلاج قدام حضرتك عيانا بيانا اعداد المرضى اهم بص مرضى البطنة قد ايه رقم مخيف مخيف بص مرضى الاورام قد ايه رقم مخيف جدا انت واخد بالك البطنة مليون 814 الف مريض بص الاورام ربعمية واحد الف مريض بص الارقام 3 و 9 من 10 2 و 2 من 10 كل ده بالمليار وبعدين تنزل بقى على 886 مليون 826 مليون 842 مليون 106 مليون 346 مليون وهكذا فلما يجي حد يقول لك هو يا ترى يا هل ترى الدولة عملت ايه في القطاع الصحي يا ترى يا هل ترى مصر عملت ايه في القطاع الصحي يا ترى يا هل ترى رئيس السيسي عمل ايه يعني في الصحة في مصر عمل ايه انا قلتلكم قبل كده هو لو على فيروس سي بس ده تعظيم سلام يا فاندم ده ولا كان في الخيال ان في حد هيجي في يوم من الايام يقول لنا احنا هنقضي على فيروس سي في مصر يقول بس كانت بقى مية مية مجرد النية والله العظيم تخيل النية اصبحت واقع حقيقة فقضينا على المرض ده مش بس كده ده احنا بدأنا نشتغل على احنا نساعد اهلينا في دول افريقيا اللي بعده صحي كده العلاج على نفقة الدولة بالدخل ده توابع لسه يا سلام مين المواطن ليه حق الحصول على الخدمة المواطن مصري الجنسي المواطن اللي ما عندوش تأمين صحي المواطن الغير قادر على تكليف العلاج يعني ممكن يبقى ما عندكش تأمين صحي وقدر على التكلفة طب ولو مش قادر على التكلفة انت تخضع للعلاج على نفقة الدولة طالما انك مصري جنسي عندك 27 مجلس طبي فرعي في المحافظات 674 جهة تستخدم موقع الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عبر الانترنت ترسل الطلب وبإذن الله هتاخد الموافقة خلي بالك الرئيس في هذا الموضوع تحديداً عنده توجيه واضح واضح اقضولي على قوائم الانتظار انا مش عايز قوائم الانتظار في المرض ففي شغل ما العملين بنبني في وحدات ونبني في مستشفيات ونبني مركز الغسيل كولوي وهكذا ليه؟ عشان مش عايز قوائم الانتظار 1693 منشاقة طبية موزعة على محافظات الجمهورية يا عم يوسف كفاية بقى كده انتو عملين طول الوقت تقولوا يا عم انا بقول لك ارقام وانا بجيب لك حاجة من خيالي دا الواقع طيب استخراج القرار بتاعتلالها جلافقة الدولة المواطن يروح لأقرب مستشفى حكومي في المحافظة اللي هو تابع ليها أقرب مستشفى حكومي في محافظته مش مضطر يجي القاهرة ولا ينزل اسكندرية ولا ينزل الغربية طنطة على سبيل المسان يتم عرض المواطن على الطبيب المختص واللاجنة السلسية يتم توقيع الكشف واصدار التقرير بعد كده يتم ارسال أوراق المريض لمكتب قرارات نفقة الدولة داخل المستشفى بيتم تسجيل بيانات المريض من خلال النموذج الإلكتروني على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة ثم يتم عرض الطلب على اللجانة الطبية المتخصصة إلكترونيا عشان يتم اتخاذ القرار بعدها يتم اختار المريض أو طالب الطالب ده عبر الرسائل النصية هتجي لك الرسالة على التليفون وتقول لك حضرتك هتروح على المستشفى الفلاني لتلقي الخدمات العلاجية اللازمة هل معناها ان الدنيا وردي؟ لا الدنيا مش وردي على حاجة اها بس عندي سؤال هو انت متخيل الدولة بتجيب الفلوس دي ازاي؟ لأنها بتحقق نمو فالنمو ده بدل ما بيخش على جيوب بعضهم ما هم بقاش في متر ارض بيباع بخمسة وسبعين قرش ما بقاش الكلام ده كان زمان وجبر والحمد لله انه جبر وخلصنا خلصنا بقى من السرقة والنهب والسلب والاستلاء خلصنا عهد انتهى ولا رجعة له على الاطلاق خالص النمو اصبح بينعكس على المواطن فتلاقي الخدمات الصحية بالطريقة دي طيب فيحصل حاجة اسمها ايه؟ منظومة التأمين الصحي الشامل مصر لو بتحققش نمو مش اطرف تعمل كده فعشان كده مصر طول الوقت مهمومة جدا بتحقيق معدلات نمو كبيرة طول الوقت مهمومة اكتر بان النمو ينعكس على المواطن فتحصل تنمية وتحصل خدمات وتحصل رعاية طبية وما الى ذلك هيتم تطبيق المنظومة من خلال ست مراحل المرحلة الاولى ست محافظات بدأنا ببورسعيد ذهابا الى الاسماعيلية ثم السويس اسوان لقصر جنوب سيناء في يوليو 19 تم تدشين المنظومة في بورسعيد في 21 تم تدشين المنظومة فين؟ اسماعيلية لقصر جنوب سيناء شوف برضو التريقة بتاعت التوزيع كل حاجة وليها هدف نهاية 22 اللي احنا فيها هنبقى خلصنا ان شاء الله سبحانه وتعالى انتهينا من المنظومة فأسوان والسويس طب تكلف التطبيق المرحلة الاولى من المنظومة كام؟ ادي رقم عايز توص هذا شيشا كان 51 مليار واثنين من عشرة عندي 52 مستشفى يا خبر ابيض 311 وحدة مركز طب اسرة بتضمها المرحلة الاولى طب المرحلة التانية عام يوسف فيها ايه؟ فيها اربع محافظات مطروح والبحر الاحمر وإنة وشمال سيناء المرحلة التانية اسكندرية والبحيرة وضميات وسهاج وكفر الشيخ مرحلة الرابعة بني سويف وقصيوت والمينيا والوادي الجديد والفيوم الخامسة ده اهلية وشرقية وغربية ومنوفية السادسة القاهرة الجيزة الاليوبية زمان لو الكلام ده على قديمه كنا عملناها في القاهرة ومش قوي وحاجة رابع رابع مفيش نص ونص ودمتم قاهرة المراضي في المرحلة السادسة ولا اولى ولا تانية ولا تالتة ولا رابعة ولا خمسة السابعة والاخيرة استبدال بقى اوص المرحلة السادسة كده خلصت دعلي بقى نقولك تنتهي للمنظومة بتاعت التأمين الصحي الشامل ويتم استبدال خدمة العلاج على نفقة الدولة فتوش بتصبح بقى جوه الرعاية الصحية الشاملة الجميع المواطنين تأمين صحي شامل فيش حاجة اسمها بقى بعد كده ولا بقدم الطلب ولا علاجة على نفقة الدولة ولا المجلسة المتخصصة ولا اي حاجة حضرتك متأمن عليك فتنم تطمن على نفسك وعلى ابوك وعلى امك وعلى امراضك وعلى عيالك وعلى اخواتك وعلى عيال اخواتك وعلى الجران وجران الجران وهكذا طيب ايه الهدف بتاع المنظومة دي؟ ان انا بقى امنت على مصر افكرك تاني اوباما كير امريكا 300 مليون مواطن حلم اوباما التأمين على 50 مليون من التلتمية ده حلم اوباما وبرنامج الانتخابي الحلم والبرنامج الانتخابي بتعبارك اوباما رئيس الولايات المتحدة الامريكية 50 مليون مواطن في اوباما كير جي ترامب لغا لهم ده موضوع تامي انت لا لا انت امريكا ولا اقتصاد امريكا ولا قدرات امريكا بس انت بتشتغل على انك تأمن على كل المواطنين اصلاح نظوم الرعاية الصحية بالكامل مش قطع التأمين الصحي بس ده هدف تقديم خدمة رعاية صحية للكل بما يحقق التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع هشرحها لك بعد لحظة تقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الامراض تعديل هيكل انفاق الاسر اللي بيتوجه منه اكتر من 60% عشان نصرف على الصحة دلوقتي لا حضرتك المحافظات المشمولة في التأمين الصحي الشامل ادخن عملية لقدر الله لقدر الله فلان الفلاني حصل حاجة هيدطر يعمل ادخن عملية فيكي هيدفع 300 جنيه طيب وهو ده بقى ازاي؟ ما ده بقى النظام التكافلي يعني انا لو رحت علشان مثلا هنفترض ان انا راجل موظف في شركة محترمة مش هنفترض ان ده الواقع انا موظف في شركة محترمة حاليا حلو جدا اسمها الشركة المتحدة طيب طيب انا عندي مرتب جميل طيب اجي اخش جوا منظومة التأمين الصحي انا هدفع اشتراك صح؟ بس الاشتراك اللي انا هدفعه مش هيدفعه زميل التاني اللي في نفس الشركة بس مرتبه اقل مني هو يدفع اشتراك اقل ومش هيدفعه صديقي التاني اللي في شركة اخرى قد يكون مرتبه اقل كتير ومش هيدفعه صديقي التالت اللي بيشتغل في الهيئة الفلانية في الوزارة العلانية يبقى اقل 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 عمليا هنا ايه اللي حاصل؟ اللي بيدفع اكتر يساعد اللي بيدفع اقل هل هذا تفضل لا هو ده طبيعة المجتمعات المتحضرة والرقية النظم التكافلية طيب تعال ننتقل للبعده برافو نيدو لا نديم سريع معايا اللي بعده ايه نديم انا حسدتك ولا ايه؟ فين الا ايوه هي دي طيب العلاج المكثف لفيروس كورونا فاكرين كورونا وحالة الرعب الازل اللي حصلت في العالم وفاكرين لما الناس بدأت تطلع برضو على التيك توك زالواد التفهي بتاع الصبح اللي قالك انه انا رايح اكتوبر خدت الاوسطي وبعدين طريق الضبع وبعدين كبري تحيا مصر فيه ناس قلتلك يا جماعة اين اللقاحات؟ مصر غير قادر على توفير اللقاحات خلاص قلولنا بقى السيسي هيعمل ايه؟ فين اللقاحات؟ السيسي جاب اللقاحات ما حفظ اللقب والي احترم طبعا بل ومن قلبي والمحبة قوي قوي يعني بس مش دا الموضوع فجاب اللقاحات بقينا هنا وزملائي واصدقائي في الصحف قاعدين عمالين رئنا نشف نبس اديكو الطعامو اتو مش قلتو اين اللقاحات؟ عارف احمد لوكسور الله يرحمه في فيلم النصر صلاح الدين الماء اين الماء؟ قالو شاربت الماء وحدك والان تشعر بالعطش وحدك ها 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 فالناس قيتلك اللقاح اين جبنا اللقاح مقلق انت مش قلتنا عايز اللقاح؟ جبنا اللقاحات دا احنا جبنا اللقاحات وبزيادة وصنعنا اللقاحات وعملنا ابحثنا عشان يبقى في عندنا اللقاح بتاعنا بقى بعقولنا بقى دمغيتنا احنا كمان دا بحث علمي 14 مركز لتلقي اللقاح في المحطات التبادلية والمحطات دا تلكسافات العالية في متر الانفاء و 97 نقطة لتسجيل المواطنين للتيسير عليهم توفير 150 مليون جرعة من اللقاحات المتنوعة 35 مليون شخص تم تحصنهم بالكامل 3 و 4 مليون جرعة تنشطية تم تقدمها بالمناسبة الحاجة موجودة الناس اللي ما بتروحش وده جد مش اظهر 63 مليون جرعة رصيد متبقي عندي رصيد لقاحات يا امرة يا ولاد الامرة يا بتوع اين اللقاحات بقى الناس الله ينور عليك يا نديم والله يفكرني بقى ايه؟ يا رجل دا بقى في حاملة طرق الابواب بيتخبطلك عالباب علشان تاخد اللقاح السيسي عمل ايه المصر؟ طب انا اقول ايه؟ قول لي واحد صاحبي زميل قديم جدا يعني صاحبي اول ما اشتغلت هذه الشغلة انا عام مش اقول اسمه انا احبه لان انا اعرف ان هو طيب يا عوسف فش يعني اه مش فهم ايه ماشي كويس بس مش للدرجات دي قلت له لا اه فلان للدرجات دي احنا بس نسينا لما كان عيل من عيالنا بيسخن ونمشي نلف مش عارفين نعمل ايه؟ لما كان التطبيع التطبيع اعوذوا بالله التطبيع الاجباري التطعيم الاجباري زمان بتاع العيال كنا ساعات نروح المكتب بتاع الصحة يتقالك فوت علي بكرة تضطر تشتري بالغلى والكوة من العيادة بتاعت الدكتور الخاص اللقاح نزلك ببلاش عندك رصيد عندك فاقت تلاتة وستين مليون جرع يا مؤمن يا راجل يا طيب ده لو ما عملش حاجة مع انه عمل كتير اللي عمله في القطاع الصحي ده يا خنين لما نشوفه في التلفزيون نبوص رأسه اقولك ايه طيب ولا حابب بقى نتكلم على المعاشات انا هكلمك عن حاجات اللي تهم فكريم قالك سيسي بيلغي الدعم مم وسيسي بيلغي بطاقة التموين اللي هي زادت الدعم هو زيلفل العيش القامح زاد العيش مع تهزش مالليم القامح زاد الطاقة زادت يبقى التكلفة بتاعة الدولة زادت اللي بتتحملها عشان توفرلك رغيف العيش ابو كمس اروش زادت كان الرغيف ده كان بيتكلف خمسة وستين قرش بالميت كده صباح الفل دلوقتي بالميت تكلفته 75-8 زاد مالين معاك يا سيدي المواطن مزادش مزادش إيه اللي حصل ده مش بس كده والعيش السياحي جت رقبت اللي قرب له طب وتكافل وكرامة زادت الناء عدد الأسر أنا لو قعدت حكيت لك 13 صفحة الحلقة هتخلص بس حقيقي مركز الإعلامي المجلس الوزر فعلا عمل شغل حلو وعمل الشغل الحلو ده ليه مش بس عشان هما شطار هما فعلا شطار جدا أخص بالذكر دكتور نعاين بصراحة لكن علشان دي حقائق وأرقام لو ما كانتش الحقائق والأرقام دي موجودة ما كانش الأفاضل في هذا المركز عارفوا يعملون الدراسة دي ولا هذا العرض المعلوماتي المفضل هذا العرض المعلوماتي المفضل بالمناسبة هتلاقيها على موقع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قعد اقرأ وتفرج وخليك فخور بنفسك وببلدك وبريسك فاصل ونكمل الكلام شوفي آخر واحد حظه حلو وإزاي بقى ما أنا بجلت بكلمك على لجنة العفو الرئاسي وبعدين لقيت زملائي بيقولولي تعالى ندخل معنا نقب طرق الخلي وعضو لجنة العفو الرئاسي دي حاجة مهمة جدا عشان نتكلم معاه في كل يعني يمكن التصرحات اللي اتقالت خلال ليلة مبارح ويمكن النهاردة الصبح من أكتر من حد من أعضاء اللجنة يتكلموا عن أسماء وما إلا ذلك وإنه فيه كشف عن أسماء المفرج عنهم بالقريب بإذن الله بس لحد ما تليفون يجهز مع الزميل والصديق طرق الخلي خليني بس أتكلم معك يا حبة على تقييمك دايما للأمور أنت بتقيم الأمور إزاي بتكلم بجد والله أنت بتقيم الأمور إزاي يعني هل كل الأمور بتقيم عاطفين بتقيمها بقلبك يعني ولا في حاجات لازم تقيمها دايما بالعقل وبالمنطق وبالرقم وبالحقيقة وما إلى ذلك هو ده سؤال مهم طيب لما بتيجي تقيم السياسة والاقتصاد وهم علمين مختلفين يعني وملفين مختلفين بتقيمهم بطريقة أنا بحب وما بحبش بالمناسبة أنت لو لقيت حد بيتكلم في السياسة يقولك أنا بحب فلان وما بحبش علان ده تسك عليه سك عليه وش يعني ده ما بيفهمش حاجة ده أبيض سياسة ما بيفهمش بالمعنى الحرفي لكلمة ما بيفهمش كويس ولما تيجي تلاقي واحد بيكلمك في الاقتصاد من غير حقائق ومن غير أرقام سك عليه برضو يعني ممكن تروح قافل الباب على قديه يعني قافل الباب على صوابعه شزار ما ينفعش الاقتصاد أرقام ما فيهاش زار وتأويلها لا يحمل إلا إمكانية التطبيق فلو هي ما بتتطبقش يبقى بخ ما ينفعش يبقى برضو اللي بيتكلم ده أي كلام كلموزيا ده يعني قراءة في علم الكلموزيا هيطلع يقعد يتكلم ويصول ويجول وعلى رأي عبد الفتاح الأسري يقوله زود لنا بقى كده من عندك كلمتين حلوين إز ربما وحيثما وهلما جر عايزين نمشيها إز ربما وحيثما ولأننا ولأنه دي قصة تانية بقى خش انتخاب اتحاد الطالبة في المدرسة ويميت فل كده احنا كده خلاص بنتكلم مع شوية مراققين ده ما احترامي الاتحاد الطالبة في مدرسة أنا كنت رئيس الاتحاد طالبة مصر بس في نهاية كنا صغيرين عندنا أفكار عندنا أحلام عندنا تصورات بس عندنا نج لا فكان الكلام الجميل الكبير المستف ده كان بيزبط معنا قوي يعني قوي واقول لكش وأنا أظن أن أنا الوحيد اللي خد انتخابات التحاد الطالبة قدام الإخوان المسلمين وكسب أهو الله يعني أنا فاكر كان مرشح قدامه حدامه حدث مهشام دمرته دمرته يعني جبته لمسة أكتاف أهو الله العظيم هيجي يقول لك أكيد أكيد كان عندك صفقاء صفقات مين يا ابني كان عنده 17 سنة و و و و ومن أباء وأب وأم يعني انوروا قوايا من اللي اعتقلت في مصر على مدار ثلاثة أربعة رؤساء ثلاثة رؤساء آه ثلاثة رؤساء ثلاثة رؤساء زائد المالك ده في حالة أبويا يعني أمي أتنين أهو الله العظيم طيب إيه زي ربما المهم خلونا نروح ببقى دي احنا بنتكلم عن الاقتصاد والتقارير الاقتصادية والمالية والأمور الدولية حتى تلاقيها جات موزونة كده وكالة بلومبرج واحدة من أهم الوكالات يعني وكالة بلومبرج قالت إن في دول أوروبية خد بالك بقى هتمشي في نفس الطريق بتاع المجر يعني أسع الحاجة أقول لك إسع تحزو حزو المجر حزو مين مش حزو هي هتمشي على نفس طريق المجر طب إيه نفس طريق المجر إنها هتستجيب لمطالب الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا اللي هي إيه الغاز بالروبل المجر وفقت ماشي الكلام طيب بعض الدول الأوروبية طبقا لبلومبرج هتمشي على نفس الطريق سؤلت قبل رمضان من أصدقائي كنا بنتكلم السؤلت يعني مناقشة على الحرب قلت لهم الحرب دي هتخلص وهتخلص أو إيه طب هتخلص إزاي؟ قلت لهم تخلص لما خد بالك أنا لما روسيا تحقق اللي هي عايزة طب تخلص إمتى قلت لهم لو مش نص رمضان هتخلص آخر رمضان آخر رمضان بدأت روسيا تحقق كل اللي هي عايزة ماريو بول بخاركيف بالإقليم الشرقي بالضغط على أوروبا علشان يا روبل يجنيه كل ده عايزة روسيا أوكرانيا ما تخشش النية كل الكلام أنت مع روسيا ولا مع أوكرانيا أنا لا مع عادة أنا فعلا شخص يكره العنف كراهية التحريم وأرى إن العنف ده هو الخطيئة الكبرى يعني فكرة حرب وإراقة دم وعنف ده بالنسبة لي شيء مستهجن جدا جدا كنتش كده وأنا صغير يعني وأنا صغير كده كنت تروتسكاوي جدا ومعجب جدا بجيفارا وحاجات زي كده وأنا بكبر لقيت نفسي عندي إعجاب أعلى بكتير بكتير بفيدال كاسترو يعني فيفا فيتال فيفا فيدال درجة أنها لما كنت في أمريكا قابلت رؤول كاسترو أصريت باستماتة أن أنا لازم أوصله وأسلم عليه وأبدي إعجابه إعجابي جدا به وبكلمته اللي قالها بالموزنز بكتير في الأمم المتحدة في اجتماع الجماعية العامة ليش ده الموضوع الموضوع هو أنه تبقى لبلومبرج دول أوروبية كتير هتمشي على نفس السكة بتاعة المجر وهتدفع بالروبل وأنه الاتجاه بتاعة الدول الأوروبية المتعلق بمعاقبة موسكو على موضوع أوكرانيا ده تبقى لبلومبرج ده لا يوسف ولا التساعة ولا القناة الأولى ولا حاجة بلومبرج اللي بتقول لن تتجاوز الكلام ده كلام بلومبرج وعليه فهم يرفضون الوصول إلى البقعة المؤلمة وهي صناعة الطاقة روسيا حتى اللحظة دي يا جماعة هي البلد الرئيسي في تصدير الطاقة لأوروبا ما بين لفط وغاز بلومبرج بتكمل كلامها وبتقول إيه إن التركيز على رفض المجر دعم العقوبات الدولية على روسيا كويس؟ لكن في دول تانية هتستسلم لمطالب بوتن بدفع تمن الغزب الروبل وبتأكد إنه إحباط الدبلوماسيين والمسؤولين الأوروبيين من احتمال نفاذ فرص الاتحاد الأوروبي لتوجيه ضربة اقتصادية موجعة لروسيا يسيره بشكل تصعودي الإحباط هو اللي ماشي بشكل تصعودي ندير بالذكر بس بالمناسبة إنه سعر الروبل قدام الدولار هو في أفضل حالاته بقاله أسبوعين أفضل مما كان عليه قبل أصلا الحرب مع أوكرانيا وده في حد ذاته ظاهرة أو دي ظاهرة لازم تدرس وتتفهم كويس اللي هو إزاي بلد في حالة حرب وتوتر وعقوبات دولية فكان الروبل بتاعها بكذا المفروض إنه قام الحرب يقع اللي يحصل إنه يحقق مكاسب يا جماعة ده طيب تركيا من ناحية تانية رجب طيب اردوجان يؤكد على إيه بقى على إنه فنلندا والسويد مش هيخشوا الناتو كويس ما داما هو رئيسا لتركيا يعني أنا دي مش فاهمها يعني مش فاهم برضو إزاي هو طول ما هو رئيس لتركيا فإنه في دول تانية مش هتخش يعني القوة دي طيب مسؤول في الاتحاد الأوروبي قال للقاتي قال إن حكومات أنتو جايفين ندامكم على الشاشة الحاجات اللي معنا دي يعني دي صديقي زميل العزيز عبدالله محضرها لنا مخصوص عشان نقدر نبص عليه لو أنتو خدتوا بلكوا بس بالحاجات اللي على الشاشة أنت هنا هتشوف أولا المسألة المتعلقة بالأسواق الروسية وصرف العملات بالمقابل لها وهتشوف كمان المواني اللي موجودة في أوكرانيا وهي يعني هناك فيها البضائع مكدسة على ظهور وعلامات السفن والناقلات البحرية العملاقة الأموء مكدسة وهنا تقدر بص بقى هنا الأرفف وهي عمالة بتفضع دي الأسواق الأوروبي وهي فضية الأسواق الروسي ما فيهاش مشكلة الأسواق الأوروبي فيها مشكلة يعني خيري صاحبي اللي عايش في لندن واللي بيدير الشركة من أكبر الشركات العاملة في إفريقيا كويس؟ هو مديرها العام أو مديرها المسؤول المانيجن ديريكتر تحديدا هو مسؤول قطاع غرب إفريقيا في هذه الشركة هادي الشركة في غرب إفريقيا هي شركة دهب بالمناسبة فتخيل بقى ده مش معناه أن خيري بياخد فلوسه دهب برد مش هنعرف أنه سمعني لا والله بياخد مورد تابعيني المهم يا مش عادي أوه يا خيري وقده ما شاء الله المهم فالمهندس خيري عايش في لندن هو مكتبهم في لندن فيقولي تخيل أنت متعرفش تخرج من السوبر ماركت بأكتر من إزازة زيت لا 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 أنا مش هقولك أن أنت هنا في مصر بتخش أي محل بتجيب اللي أنت عايزه بتخرج محدش بيقولك 3-3 كام خالص أو ده واقع يعني بس مش هقولك كده أنا هقولك بس هنا للأسف ده الواقع الأوروبي هنا بقى دي المواني بتاعت أوكرانيا مليانة بس ما فيش حاجة هتخرج الوضع أصبح متأزم وسيء وصعب وقاسي إلى هذا الحد أنه هذه النقلات مش خارجة من المواني يعني مش هتعدي على بحر أزوف ولا البحر الأسود ولا البحر الأبيض المتوسط وبالتالي خلي بالك الحاجات دي لو خرجت الأزمة الاقتصادية اللي في العالم تتحل أقلها كده أزمة الغذاء والأقماح أقلها بس ده اللي هي صباح الفل أزمة الأكل والأمح تحلت لو المواني خرجت الحاجات دي دخلت على البحر المتوسط وانبعت وميت فل خلويس تروح تبص على المتاجر والمحلات في روسيا فيش أزمة فييجي بلومبرج تقولك إيه أن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخفقت في اتفاقها يوم الأحد على مقاطعة النفط الروسي لكنها ستواصل المفاوضات ده كلام حلو بقى هو لازم يكون فيه مفاوضات لازم العالم الغربي يجلس مع القلعة الشرقية موسكو لازم نعود على الترابيزة ولازم نتفق ليه لازم؟ لأنه الإنسانية لا تحتمل أكثر من ذلك أنتوا يا جماعة محتاجين منه طاقة خلاص نشوف هو عاوز إيه نعملهله أنتوا بحقوا محتاج منكم إيه نشوف يعمل مفاوضة نعود على الترابيزة الحلول العسكرية مش هتؤدي لحاجة خلاص لم نتجنب ده ولا منتجنب ده هنفضل طول الوقت وقعين في الأزمة هنفضل طول الوقت عندنا أزمة غزاء هنفضل طول الوقت عندنا أزمة في مستلزمات الصناعة ده في العالم الأزمة دي مش متعلقة بمصر إوعى تفتكر أن أزمة مستلزمات الإنتاج على مصر بس لا على العالم على 194 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة وأكتر اللي مش أعضاء أزمة الغزاء على العالم مش على مصر بس ده بالمناسبة هو لو ما كان أقول تاني لو أنت ما كنتش عندك اقتصاد فعلا قوي وفعلا بينمو بقوة وفعلا بتاخد سياسات اقتصادية ونقدية ومالية عليها الإيمة والله ما كان عد علينا شهرين والله والله العظيم ما كان عد علينا شهرين أقولك أنا هبعد السؤال ده للمحترم المتعلم القيمة الدكتور محمود محيدين خد بالك دكتور محمود محيدين هو واحد من أهم الخبر الاقتصادين في الدنيا في الدنيا يا دكتور محمود يا ربا بس يكون سمعني أو حد يوصلها لنا صديق مشترك أشرف يا دكتور محمود هوحنا لو ما كناش خدنا كل هذه السياسات والإجراءات كان هيعدي علينا كم شهر يا فندا لما كنات زودنا المساحة المزروعة بالقامحة والعملنا صوامع ولو ما كناش عملنا منتد شرق المتوسط وبقى عندنا غاز كنا هنقدر نفضل وقفين كم شهر يا فندا أنا يا فندم في تأديري البسيط شهرين صححني لأونا غلطة فاصل ونبدأ لقاءنا الأسبوعي الرائع مع عظفنا العزيز وفقهنا المفضل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر انتظرونا أهلا بحضراتكم مرة تانية خلونا نجدد كل الترحيب كما جرت عادتنا الجيدة كل أسبوع لقاءنا مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منوارنا مولانا بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا حلقة اللي فاتت عملت إيه؟ ما أقولكش صدى واسع وما فعلته عن أمري على كل الخليل الأول هنشوف كده التقرير وأسئلة الناس في الشارع تحت عنوان اسأل مولانا الدكتور أحمد كريمة وبعدين هنرجع يعني نوضح أمر علشان الناس ما يختلطش عليها الكلام وده برضو إيه حق مولانا الدكتور أحمد كريمة أولا إنه ما قاله وقاله في هذا البرنامج فله حق برضو إنه يوضح إن أراد إن أراد ومن ناحية تانية يعني حتى إيه؟ يعني نبقى خلاص وضحنا كل حاجة والناس تبقى فهمة فلا يؤخذ الكلام بمحمل آخر وبعدها نبقى ناخد بقية الأسئلة بقى إيه؟ بتاعت إخواتنا المواطنين في التقرير خلونا نشوف الأسئلة بتاعت المواطنين ونرجع نكمل الكلام كنت عايزة أسأل فضلت الشيخ أحمد كريمة بخصوص الرخصة اللي بده لنا ديلنا بالنسبة للصالة في السفر حدودها وكل ما يتعلق بالرخصة دي في السفر خاصة أني حاليا في وسائل السفر حديثة لأطرق أو لو وقت اللي قام أدأي بالضبط التفاصيل دي حكم ترك الإمام آية أو آيتين من صورة الفتحة والمأمومين ما ردوش الإمام فيما أخطأ يعني هل الصلاة هنا كده بطلت أم ما بطلتش الصلاة لو واحد فتح محل تجاري ملابس يعني ومع زور في فلوس يجيب بضاعة وحب يجيب الفلوس من البنك يجيب بيها بضاعة هل دي حرام ولا حلال أنا عندي أخويا وحيدنا إحنا خمسة من بعد ما اتجوز مراته قطعتنا مننا خالص يعني نفسنا نشوفه أو نحطنه بنحلم بيه إيه إيه الحكم اللي عمرته نعمل إيه يعني إيه الحال معها الزوج لازم يأخذ موافقة زوجته في الزواج التاني ده مواكب ومطابق للشرع الإسلامية مناسك الحج يعني لو يقدر يوضحنا في الوقت الحالي عشان حي طبعاً مدخلين على زول القاعدة طبعاً كونسان طيبين فيعني أتمنى أن هو برضو يوضح لنا مناسك الحج لأنه كان برضو ليه تعليق كده زريف كده على موضوع المناسك وكده فياريت نسمع منه إن شاء الله المناسك من حكم تارك الصلاة عمداً بالنسبة للوصاية الوصاية بيقولوا الشارع إن إحنا نعمل نوزع أحسب الشارع لكن لو حاولت وأنا في حياتي أوزع من غير يعني بالتساوي مثلاً حرام ولا حلال أنا طلبة منه إن يقول للناس يعني نعمل إيه زيادة في الكرآن زيادة في يعملوا إيه يعملوا إيه عشان الإيمان يدخل جوا قلبهم وكمان في شباب في صطهم رائع رائع في الأدان وفي اليوم الجمعة ده أنا عايزة دولاً برضو يقروا مش واحد مساء عام سبعين تبانين سنة يعود يقرأ في المسجد في خطبة الجمعة لا فيه ناس في شباب صطهم من أروع ما يمكن هل يجوز سيوم يوم مرضي في رمضان بعديها ولا لا يجوز طيب خلونا جدد رحيم مرة تانية بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر نبدأ الأول بإيه؟ توضيح واجب التوضيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائل تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ورضي الله تبارك وتعالى عن صدر الأمة المسلمة الذين كانوا وقفين عند حدود الله عز وجل وبعد فحضرتك تعقيباً عما تم تطخيمه ونسبة ما لم يصدر مني صراحة في مسألة أنا لم أسعى إليها ولكن أنا من واقع التقارير اللي هي يعني استطلعت أراء الناس في الشارع فكان في سؤال من أحد المغتربين على أنه لا يتمكن من النزول لأسرته ولا يستطيع أن يستخدمها إما لقلة المال وإما لتعقيدات التأشيرات والفيزة فإحنا عندنا حضرتك القاعدة الفقهية دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فأنا قلت له أنه يتزوج وقلت لعل زوجته بإسلامها وإثارها على نفسها أنها لا تعترض لأنه أصبح في حال الإضطرار يعني إذا كانت الشرع الإسلامية أجازت للمضطر أن يأكل لحم الميتة أو شرب الخمر لإساغة الغصة فمن الطرعي رباغ ولا عاد فلا يتم عليه فماذا لو أن إنسانا مغتربا وكان مثلا شابا أو عنده ميل إلى زوجته يعني عنده شهوة جنسية أو مشاعر وجدانية وكان بين أمرين العجزة عن الاستخدام أو العودة أو أنه يفعل الفاحش فبالله عليك لو سألنا أي إنسان سواء منسوب إلى دين أو غير منسوب إلى دين بما ينصح هذا الرجل الذي بين مفسدة ومصلحة بطبيعة الحال أخف الأضرار واجب وأهون الشرين واجب كما قال الفقهاء أنا أرشدت إلى الحلال لا أكثر ولا أقل أرشدت إلى الحلال ليس إجابا يا أستاذ يوسف وده إلا أنا عتاب المحبين على بعض الإعلام الخاص حضرتك إحنا بنقول هنا إباحة أنا ما قلتش واجب أو لازم أنه يتزوج بثانية لأن أصلك ما وجهتش يعني مش لو أقيد أي وعملو كده إذا كان هو أصل حضرتك التعدد في الشرح الإسلامية مباح قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنى والثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعديلوا يعني في النفقة يعني التعدد مشروط بالعدل العدل بس في النفق يعني يكون قادر على أن يعدل بين نسائه في المأكل والمشرب والملبس ليه حسب لها بس عدل في النفقة مولانك اللي عدل القلبي في آية تانية هو أصل بعض الناس هيجيب لك الآية الثالثة من مطلع سورة النساء مع الآية 129 من سورة النساء اللي هي برضو إيه ولن تستطيعوا أن تعديلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتظروها كالمعلقة يعني الآية واضحة فلن تستطيعوا لا ده في العدل القلبي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سألنا أن لهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما لا أملك وتملك اللي هو الميل القلبي فليس معناها حضرتك أن مجموع الأمرين أن يأتي واحد ويقول لك لا لا يوجد تعدد في الإسلام ونبع على كنا مين زمان سيدنا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله عز وجل فقال لا هو دي إباح لكن ما يجيش واحد النهاردة بجرة ألم أو لاتجاه معين أو لأمور أخرى وبعدين يقول لك لا ده التعدد هو لو كان مرفوض أصلا كان الشرع ما شرعه من الأصل أو من البداية التعدد مشروط مشروط بالعدل بالعدل أترك الحسن والعدل هنا أنا هنا بقعد أفكر بقى أليس العدل عدلا مطلقا يعني هل يحطينا العدل بس في النفق يعني لا أصرف على الست وما زرهاش بقول أنا كده عدل لا ما أنا حضرتك لا يا فندم العدل لما نجد في الفقه الإسلامي وأحييك جدا قال الفقهاء في باب القسم بين الزوجات قالوا أول حاجة مع النفقة البيتوتة يعني أن الزوج الذي تذوق بأكثر من واحدة يبات لا يهجر معايا حضرتك لا يهجر فقالوا البيتوتة يعني ما بيت الزوج عند زوجتيه أو سلس زوجات أو على ما ليش دعوا طبعا أو أربع زوجات هو حر لكن اللي أنا يعني في التشريع الإسلامي حضرتك أني أنا النهاردة ما أقدرش أستغفر الله العظيم أقول أني الإباحة تلغى مين يقدر النهاردة يلغي أمر ربنا مين هو لا حظرا ولا تحريح بس لكن المسألة في إن المسألة في إنه المجتمع نفسه تغير وحر ومبتالي طريقة التفكير بتاعت الناس تغيرت يعني مولانا الدكتور رحمد كريمة بنفسه قال أنا لما طلعت البعثة بتاعتي أو لما طلعت أشتغل في الأعورة بتاعتي كنت بسافر على نفقت الخص أعود إلى مصر أي لزوجاتي قسما بالله حصل وأكثر من مرة أنا بالنسبة لي ده أنا أفهمه بإيه بقى بإنه هو مولانا لا يشجع على تعدد الزوجات مولانا لا يشجع ولا أنفيه ولا أنفيه لا تحذره ولا تحرمه لأن الحذر والتحرير لمن عند رب العزة و لذلك يا أستاذ يوسف عشان نقف الملف ده أنا أقول لمن يزايدون آية في القرآن انفرضت بين الستة الاف مئتين ستة و تلاتين آية إن ربنا ذكر فيها الكذب ثلاث مرات صور آية ما تاخدش سطره ربع اللي في صورة النحل مئة و ستاشر قال الله سبحانه و تعالى وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ لَيُفْلِحُونَ ثلاث مرات فالتحليل و التحريم يا سادة يا كرام بيد الله عز وجل هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى والرسول ترك التشريع مستقر يعني تركتكم على المحجة البيضاء فأنا بس الخلاصة التعدد بالشرط اللي سادتك قلته اللي هو العدل الحسي مشروع إنما لن تستطيعوا أن تعديله بها نساء ولو حرصهم ده العدل القلبي فإن خفتم ألا تعديله فواحد ده ده في الأولانية في الأولانية اللي هي الحسي يشمل النفق أو البيتوتة النافق أو البيتوتة بس أنا برضه هنا عايز أصلاً مش قادر أفل الحتة دي جاء لما أفهمها أنا مخي لسه مش ربنا قال فإن خفتم ألا تعديله آه ماش فهنا كلمة تعديله ذاهبة في مطلق العدل يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أراد إنه إليه فخفتم ألا تعديله في النفقة والبيتوتة كان ممكن يقول لنا في النفقة والبيتوتة لا 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 ما هو بقى الرسول ربنا أطلقها لا 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 اسمعني بس حضرتك عندنا في علم و أصول الفقه العام يخصص والمطلق يقيد معاي جنابك وذلك أنا بقول لك للأسف اسمح لي يعني في الصراحة دي شوي إن اللي طالعوا في وسائل الإعلام وقعد يتكلموا سواء إجاب أو سلبي لا تخصوا صلاةهم في الفقه الإسلامي ما ينفعش ده دين ده شرع أنا بقول لسهدتك من أنا أو غيري حتى بتعبير سيدنا الشغل الشعراوي رد الأمر على الله عز وجل طيب ما هو يا فندم ما عليش أنا أنا عايز أطلع على الفصل وكل حاجة بس في الحتة دي ما عليش ثانية واحدة يا جماعة زميل الأعزاء في الحتة دي إذا كان أنا عندي من الملائة المالية اللي خلين أتجوز و أنا مسافر يعني أروح و أخطط و أسس بيت و أتجوز ما تنزل بيتكو بقى ما يمكن يعني مولانا عمل كده ما يمكن واحدة تتجوزه من غير ما تكلفه نفق بيحصل أشوف يا أستاذ يوسف إحنا مشكلتنا إيه ما تساولك في العالم الثالث مشكلتنا بين شخصة من الأمور و نريد أن نلوي أعناق النصوص لانتزاع عكم يوافق الهوى و لذلك الرسول أخبر عن هذا الزمان و الذي بعده إلى أن تقوم الساعة قال إيه إذا وجدت هوا متبعا و إعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك العوام فإن وراءهم أيام سقيلة القابض على دينه كالقابض على الجامل فحضرتك إحنا أولا ده تشريع مستقر التعدد مشروط أيوة بالعدل الحس من النفقة و البيتوتة أما العدل القلبي فكما علمنا النبي صلى الله اللهم إن هذا خسمي فيما أملك فلا تنخذني فيما لا أملك وأنا هختم بحاجتين سيدنا إبريم الخليل كانت له زوجتين سيدة هاجر و هو بقى حكمة ربنا لا والنبي تزوج علشان السيدة سارة كانت بلغت من عمر كبير فلم تنجب له لا ولدا ولا بنتا وأبقى على الاثنين وبعدين تزوج السيدة هاجر في زيارته لمصر بس هو أبقى على الاثنين و النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظلم الأولى شوف سيدتك فأنصفها الله بالإنجاب ماشي أنا لا أريد أن أعلل لأنه بقول لحضرتك ده أمر توقيفي تشريعي من الله عز وجل أما إذا أراد إنسان أو جهة أو إلى آخر مجاملة أنا بس أقول له حاجة واحدة جامل لكن ليس على حساب الشريعة معلش اللي عايز يجامل يجامل لا إنما على حساب الشريعة يعني شوف يا سيدنا الكريم هي مش مجاملة على حساب الشريعة لا لا وأحرار زمان من مئة سنة من خيمك من ستين سنة كان ممكن يبقى ده جوة بعض المجتمعات مقبول لكن النهاردة واسمح لي يعني لو إنه بنت مولانا الدكتور كريمة تزوجت وبعد زواجها جوزها اتجوز عليها ومخدش رأيها ومقلهاش مولانا أحمد كريمة يعمل ايه يعمل ايه ها بأمان أنتم قادرة بالشؤون الدنياكم الله العظيم بس أهو بقى صح بس هيا دي أنا مش واصح عليه أنا مش واصح عليه أنتم قادرة بالشؤون الدنياكم يعني أنا هفجر لك مفاجأة غريبة ما هدي بقى شوين الدنيا بعض الدعاء بعض الدعاء معلش ها طلع تقريع وتوبيخ في حقي أنا طبعا لن أجريك لا يليك لا يليك بس أنا بس أنا لن أجريك تفسدهم بالله أن بعضهم متزوج تزوج ست مرات بس عيب أفتح ملفات عيب مش أنا إلا أفتح ملفات لبعض العلماء أو لبعض الدعاء ولا أخلاقك ولا عينك ولا تدينك وأحدهم طلع وتوبيخ وتقريع وإن أنا عارف أنه مجوز ستة 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 في تاريخ حياته بس عيب لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الثاني حاجة يا أستاذ يوسف يعني إحنا في مجتمع الدستور ينص على حرية الرأي وعلى أن الأساس الجامعات لهم حرية البحث العلمي فأنا بقول رأي علمي تخصصي إن أنا شريع إسلامية في الأزهر الشريعي أستاذ فقهم لما يجي رد رد أفعال سلبية فيها لغة الوعيد والتهديد أما الحرية الرأي مكفولة زي في الدستور زي لكن أنت يا مولانا وحريةك يا مولانا مستعد لتبادل الأراء والملاقشة الحرة المتوازنة إنما لما نسمع بقى لغة تهديد ووعيد لا 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 هذا مرفوض وهذا ينال من مدنية الدولة وينال من سمعة الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية أنا قلت رأي اللي يرد رجل أو امرأة رد بأدب وأخلاقيات البحث العلمي إنما بالشتائم والوعيد والتهديد والتلويح مش عارف بإيه أنا قلت رأي علمي يتطفق مع الشريعة الإسلامية رضي من رضي أبى من أبى إنما لما نيجي النهاردة أنجرجر الأسازة الجامعيين إلى ساحات المحاكم و أنا قلت إيه أنا قلت فانكحوا ما طبى لكم إن أراد إنما أنا مقدرش ألغي حكم تشريعي الأمر الآخر كنت أريد برضو للموضوعية إن جابوا كلام مكتزأ لفضلة الإمام الأكبر جابوا كلام مكتزأ لفضلة المفتي لا الأمانة هنا إنك تجيب الصوت والصورة الحلقة كاملة إنما عشان أنسب للقيادات الدينية ما لم يقولوه يعني هل هم هل فح وما نسيب خليني عايز أفهم الحتة دي ما ولنا مسألة الإجتزاء وما إلى آه طبعا بس أنا هستأذن بضرورة نحن نروح لفاصل نرجع بعد و أفهم بقى الحتة يعني أنا لي مش فهمها أهو فاصل ونكمل الكلام طيب علشان ناديم بيقولي بص للكاميرا يقولك ناديم علشان أنا بحاول كنت أطلع التصرحات عشان أفهم هل هي دي اللي بيقصودها الدكتور أحمد كريم ولا ألا أهلا بيكم أنا علشان حكيات التصرحات المكتزأة دي أنا يمكن إيه معلش أنا مضطرب بس النظارة برضو تلوحك خلاص بقى مولانا كبير يعطيك العافية والبركة إن شاء الله يا رب لا يخليك يا رب زوجة واحدة تكفي يعني هنا أنا هتكلم على تصرحات لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من يقولون أن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون والمسألة تشهد ظلما للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان التعدد من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية أطالب المسلمين بإعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل وتدبر ما قبلها وما بعدها المسلم ليس حرا في أن يتزوج على زوجته الأولى فهذه رخصة مقيدة مقيود وشروط والتعدد حق للزوج لكنه حق مقيد الرخصة تحتاج إلى سبب وإذا انتفي السبب بطلة الرخصة التعدد مشروط بالعدل وإذ لم يوجد يحرم يمنع أحسن يعني ماشي مش كلا أنا ما نجدعه العدل ليس مطروكا للتجربة إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد فالقرآن يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم لا أتحدث عن تحريم أو حظر تعدد الزوجات لا أدعو إلى تشريعات تلغي حقا شرعيا الله يفتع عليه لكن أرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده دي التصريحات الأخيرة اللي يمكن اتنشرت فضيلة الإمام اللي فات عن فضيلة الإمام الأكبر نبصم عليها موافقة بالعشرة لأن ما قاله فضيلة الإمام حفظه الله وورده لطبعا رئيس العلماء والإمام الأكبر لنا كلها هي مبادئ ومقاصد وزاتية الأحكام الشرعية وحضرتك الفقرات الأخيرة أنه ما بيتكلم بقول أنا لا أدعو إلى الحظر أو المنع كنت أريد بقى من اللي بيتسشد بالكلام فضيلة الإمام كما أنت فعلت يأتي بالتصريحات من أولها أن التعدد ليس كلئا مباحا وإذا الإنسان لم يتيقن من العدل لا يلقى إليه وإنه مقيد بشروط كل ده قاله المفسرون والمحدثون والفقهاء لكن اللي ننتهي إلى باقي أنه ليس معنى ذلك الحظر أو المنع أو التحريم المطلق اللي هو بالهوى لا لا يا فنم ما تنساش أن فيه دولة ما من الدول العربية أو الإسلامية منعت التعدد أيا كان بقى فيه عدل أو ما فيش عدل لا هذا ما نتوجس منه شرر إنما حضرتك إحنا بنقول التعدد مباح مقيد لكن ليس محرما وعيضا أنا أوافق طبعا فضلتي الإمام الأكبر حفظه الله أني من يقولون أن الأصل في الزوج والتعدد برضو لا الأصل ليس التعدد نعم هذا كلام العلماء لأن أنا هجدك من الشعر بتبقى من كلام الفقه قال الشافعية والحنابلة ويسن أن يقتصر على زوجة واحدة إن لم يوجد مقتضاء آه ألو الشافعية والحنابلة خدت بالك بس ما يفهمش كلامي غلط إن أنا بتراجع لا 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 التعدد مباح وليس حراما ده مش التراجع ده مش التراجع ده اسمه التوضيح التوضيح والتبيان بالزبط كده فقال الشافعية والحنابلة وفي صيح مذهبهم ويسنوا الاقتصار على واحدة إن لم يوجد المقتضاء لكن نفرض وقت المقتضاء وجد مثلا حضرتك زوجة عقيم أو عفوا أو مريضة أو لا توفر له للإشباع بستة صورة أو أزنت له أو رضيت يخلنا الظروف وأحوالك إذن ننظر إلى الأمور يا سيدي بعينين وليست بعين واحدة واجب التوضيح هو صحيح كان لازم ناخد الأسئلة بتاعت السائلين والمواطنين اللي احنا عرضناهم في التقرير بس بإذن الله هناخدها الأسبوع الجاي هيا هي نفس الأسئلة علشان يعني طالما عرضناها يبقى لازم نجاوب على الأسئلة مما لا شك فيها كان مهم عندي جدا إن الأمور تبقى واضحة جدا واتوضع نقاط على الحروف يا مولانا لأنه حبيبي أكرمك الله أشوف الموضوع كده أما بس أنا نص سطر اتفضل أنا أتصدق بعرضي الذي نهشوه اللي هو عرضي العلمي فأسأل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وعند الله تأخذ الخصوم الناس اللي شتمتني وتهجمته واللي عمله اللي يتوعد ويهدد ده مش حوار يا مولانا يعني السيد الرئيس حفظه الله وبرك الله فيه سيدنا الرئيس عبد الفتاة السيسي أما بيقولي أنا أدعو إلى حوار وطني مجتمعي محايد أيها هذه الدعوة هي التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع إنما أحاديت الفكر وأحاديت الرأي والتلويح وهعمل وساوي وبتعمل بعض المتشنجين هذا أمر مرفوض لا يتناسب لا مع طبيعة مصر ولا مع شعب مصر ما شاء مولانا كده كده هنتقبل بإذن الله الأسبوع جاي يدي لك طلط العمر ألف 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 شكر جديد بالذكر أن مولانا الدكتور أحمد كريمة هو من أكتر الناس التي تقف بشراسة في وجه الرجعية والتشدد خد بالنا من الحكاية دي فواحدة واحدة يعني على كل كل الشكر لمولانا فضيلة الدكتور الشيخ أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزر وزي ما قلت لكم الأسئلة اللي سألوها تفضلوا بيها المواطنين والناس اللي كانت بتسألها نجواب عليها الأسبوع جاي إن شاء الله لو كنا العمر في نفس المعاد بكرة بإذن الله لو كنا العمر نقابلنا نتقابل كلنا سوى بإذن الله وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة